اشتركوا في القناة 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 ... ... ... ... موسيقى 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 وانا كما تا ايما كما ياتي مش وانتا صدقوا خير لكم كما يصدقوا دوان نمباشي شيفة على كيري قريبا اما سيكا القصبو دوان نمباشي دبيتاة كراكريا بانتا يكوتو سو كجي عبد الرحمان بن عاو مهاجر نين النبي صلى الله عليه وسلم يهدا صدا ينتكا دسعاد بن الربية يتي وانا نموان كاني توسي سعاد بن الربية يتي عبد الرحمان بن عاو يتي دوكيات زان ربا بيو مباكري سنة انا دماتا قدابيو زان يباك داما كذا بدأي انسكيتا تيئتنا كاوريتا نودي مهاجرين ديوان سلوكو دوكياري مكا سبودي ايمان سكيدة الله دمانزان سبودي هجرة ديوان انشي مسو ماتا سبودي ايمان سكيدة يمشي وانا نتاين يتي سبودي ايمان سبودي ايمان عبد الرحمان بن عاوف عبد الرحمان بن عاوف سبودي ايمان بن عاوف سبودي ايمان بن عاوف محبودي ايمان بن عاوف محبودي ايمان بن عاوف ترجمة نانسي قنقر 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 وأنه يشترق فيها السلامة من الأيوب كالمرض والعرج والجنون وغيرها وإن كان من المعز فلاي كل سنها عن سنة كاملة وكيلا ستة أشفر والضعن كذلك والبعير كالبقرة يجزئ عن سبأة وتكون في أيام التشريك ولا بأس بالذبه ليلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الأهبى في الله إنه يصن لكل من صلى فريضة في أيام التشريك أن يكبر ويحلل دبرها أي بعد الصلاة منها فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات أمة الإسلام أسيكم ونفسي بتقوى الله أز وجل فإنها مفتاح السعادة وإقام الصلاة وإطاء الزكاة سلوا أرهامكم وزوروا أهبابكم وإخوانكم وإياكم بالإغترار بالغرور وتعاتي الخمور والمخذرات والإختلاط بين الرجال والنساء ولا تأتدوا أيها الشباب إلى ما يؤدي إلى هراك الدماء والكتل والتشبه بالكفار واليهود والنساء في اللباس والمنصبات وغيرها أنتم أمل الأمة والرجال المستقبل ولن تبنوا أمجادكم وتعصوا مستقبلكم وتقوموا بحمل الأمانة تجاه دينكم وأممتكم وبلادكم إلا بالإستقامة على دينكم لا تغتروا أيها الشباب بعنفوانكم وسihatكم فالموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا غني وفكير ولابد أن تتيقظوا لمخططات أعدائكم أعدائكم تجاهكم وكونوا منها على حذر وفتنة أيها الأهباب الله أيها الأخوات المسلمات الكريمات المربيات الرهيمات لقد فته الإسلام لكن أبواب الفضائل وسانكن وراءكن وحمكن فكن هذيرات بدينكن وهذرن من أعدائكن الذين يدعون تهرير المرأة وإنصافها وهم يريدون القضاء عليها وإهدار إزتها وكرامتها راجئوا أنفسكم الشماليين أنتم تهتاجون إلى وفكات مراجعة الحوسى والفلانيين إكراوسى هائف آبائكم كيف آشوا وتعاملوا وتناكهوا في بلادي موهد تهت سلطان موهد ما السبب في كل ما أصاب الشمال ما طريق الخلاص من الفتن التي نعيش فيها ما سلم النجات من المهن فاتق الله يا ولاة أمورنا الدماء صفقت والأأراض تهكت والأموال دمرت والديار في بعض البيوت خلت من أصحابها والأموال نهب دوسرقت فإنا لله وإنا إليه راجئون تفكروا جيدا أيها الإخوة في الله كيف الخروج من هذه الفتن والمخرج أيها الإخوة في الله هو عودة المسلمين جميعا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ففيه ما المخرج من كل بلاء ومهن وفتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعني للذين آمنوا أن تخشأ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يهيل أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لأنكم تأقلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترهمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأسيلا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم أبصلي وسلم على أبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة